نشرة اخبارية جديدة من أوريانت مرحبا بكم مشاهدين الكرام والبداية بالعنوين المندوب السعودي في الأمم المتحدة يصفع نظام أسد ويسخر من انتصاره على جماجم السوريين الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق تجنيد ميليشيا قصد أكثر من 500 طفل وإجبارهم على القتال في صفوفها واشنطن تدعو دولاً أوروبية للإسراع بخطة عقوبات رادعة ضد روسيا الوكالة الدولية لطاقة الذرية تطالب إيران بالكشف عن مصير بطاقات الذاكرة الخاصة بمنشأة كرج بعد اختفائها أهلاً بكم من جديد حذر مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة عبدالله المعلمي حذر المجتمع الدولي من تصديق الأكاذيب التي يروجها نظام أسد بأن الحرب في سوريا قد انتهت شيراً إلى أن ألفين مدني قتلوا خلال العام الحالي فقط لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة لا تصدقوهم فالحرب لم تنتهي بالنسبة لألفي شهيد أضيف هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم على ثلاثمائة وخمسين ألف شهيد لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعي للنصر العظيم فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفاة شعبه ومواطنيه لا تصدقوهم إن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الإعمار فيعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور لا تصدقوهم إن قالوا إن الأمن قد استتب وسألوا المليون ونصف مليون سوري الذين أضيفوا في هذا العام إلى قائمة المهددين بغياب الأمن الغذائي مما دفع بأعداد المحتاجين إلى قرابة عشرة ملايين سوري لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي زعيم الإرهاب في المنطقة والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يسعون للسلام وهم الذين سمحوا لموجات المتطرفين والمطبلين والمطبرين باجتياح سوريا وقتل خالد بن الوليد وصلاح الدين وغيرهما من أبطال التاريخ العربي والإسلامي لا تصدقوهم إن التفتوا يمنة ويسرة وراحوا يبحثون عن أسباب إخفاقهم ويرمون بها على مختلف الجهات دون أن يمارسوا النظر إلى الذات قبل أن ينطبق عليهم المثل القائل رمتني بدايها وانسل كشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تجنيد ميليشيا قصد لنحو 540 طفلا وإجبارهم على القتال في سوريا وكشف التقرير أن ما لا يقل عن 156 طفلا ما زالوا قيد التجنيد ويتم إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية للميليشيا التي تزج بهم على جبهات القتال شيرا إلى أن شهر 22 الماضي وحده شهد تجنيد 19 طفلا أثناء الحديث عن هجوم تركيا محتمل ضد مواقعها شمال سوريا اعتقلت ميليشيا أسد 13 شخصا من أصحاب مكاتب بيع سيارات في مدينة حلب وذكرت جريدة عنب بلدي أن الميليشيا شنت حملة اعتقال بحق من رفضوا نقل أنشطتهم التجارية من أحياء حلب الشرقية إلى حي الرموسة جنوب المدينة على الرغم من أن المنطقة غير آمنة وتتكرر فيها عمليات الخطف وسرقة السيارات تظاهر ألف تونسيين في شوارع العاصمة تونس لإحياء ذكرى الثورة ورفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد في حين شهدت شوارع العاصمة أو شوارع أخرى مسيرات مؤيدة لها ترجمة نانسيين في القرارات نقلت شبكة بلومبرغ عن مصادر قولها إن الإدارة الأمريكية طلبت من حلفائها الأوروبيين الإسرع بإعداد خطة عقوبات رادعة ضد موسكو وأضافت الشبكة أن الخطة تستهدف المصارف وشركات الطاقة الروسية إذا اجتاحت روسيا جارتها أوكرانيا يأتي ذلك بعد رفض الولايات المتحدة والنيتو طلبا روسيا بالتخلي عن احتمالية ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي ينضم إلينا من موسكو عبر الهاتف أو عبر السكايب عفواً المحلل السياسي الدكتور محمود الحمزة دكتور محمود مرحباً بك معنا في هذه النشرة عبر أوريينت هذه المرة واشنطن تهدد بفرض عقوبات على موسكو والحديث هنا عن استهداف المصارف وشركات الطاقة في روسيا إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه السياسة أو هذه العقوبات إن حدثت على السياسة الروسية أولاً العقوبات الأمريكية والأوروبية الغربية عموماً على موسكو بدأت في عام 2014 بشكل قوي بعد أحداث أوكرانيا وضم القرم وهي طالت الشركات الأسلحة أو الشركات النفطية وبعض البنوك ورجال الأعمال يعني أكثر من مئة رجل أعمال وأغلبهم مقاربين من بوتين وكل وزراء في الحكومة الروسية كلهم موجودين بقائمة العقوبات الآن التهديد بالعقوبات طبعاً يأتي على ضوء التوتر بين روسيا والناتو يعني تم تجميد العلاقات والغرب يعني يصرح ويهدد بأن الروسية تريد أن تغزو أوكرانيا وبالتالي سنتخذ عقوبات قوية ضدها وهذه العقوبات قد تطال المصارف حقيقة هنا يجب التوضيح إذا كانوا يعنون أو يقصدون أنه إلغاء لسويفت نظام التحويلات المالية فهذه خطوة خطيرة وقاتلة بالنسبة للروس لأنه يعني النظام العالمي المالي يعني يعزل روسيا ويحصرها اقتصادية لكن هم يضعون شرط إذا غزت روسيا أوكرانيا سيتخذون عقوبات ضدها يعني نحن الآن على مستوى التصريحات والتهديدات الكلامية وأنا بتقديري شخصي روسيا لن تغزو أوكرانيا هذا كلام دعائي روسيا ليس بحاجة أن تغزو شرق أوكرانيا مثلا شرق أوكرانيا هي تحت سيطرة روسيا عمليا وبقاءها داخل أوكرانيا مفيد لروسيا ماذا إذن دكتور محمود بالنسبة للمسودة المقترحات التي قالت موسكو بأنها أرسلتها لواشنطن وكان الرد الأمريكي محبطا لها كما قالت نعم لكن القصة تعود إلى عام ألف إلى الثمانينات عندما قرباتشوف وقع اتفاقية مع الأمريكان أو بالأحرى الأمريكان وعدوها عندما أخرج قوات السوفيتية من ألمانيا وعدوها أن الناتو لن يتقدم إلى حدود روسيا ولكنه تقدم ووصل إلى أوكرانيا وجمهوريات البلطيقية على حدود روسيا كلها أصبحت قواعد للناتو فيبدو القيادة الروسية منزعجة جدا من هذا الأمر فبدأوا يحشدون ولكن الوضع متوتر وإزداد توترا والغرب يعني من يومين ألمانيا طردت دبلوماسيا روس طبعا هذا بالإضافة إلى العشرات الذين طردوا خلال السنوات الماضية وحوادث التسميم المعارضين وإلى قرية الروس لذلك تقدموا بمجموعة طلبات إلى الأمريكان وإلى الناتو وتسمى ضمانات أمنية لروسيا أهم الأفكار الواردة بهذه الضمانات أن لا تدخل أي دولة من دول أسيا الوسطى أو الجمهوريات السوفيتية السابقة بما في أوكرانيا وجورجيا والجمهوريات الأخرى يجب أن لا تدخل في عضوية الناتو وأيضا أن لا تكون هناك قواعد عسكرية ومن هذا الكلام طبعا الطلبات الروسية حقيقة قوية جدا على أي أساس الناتو سيتنازل لروسيا وعطيها ضمانات بهذا الحجم لذلك ثبرا ردوا عليه الأمريكان خارجي الأمريكيين ردت بأنه نحن لا يوجد لدينا أي استعداد للتفاوض في هذه الأمور إلا بمشاركة حلفان الأوروبيين تدخل الأوروبيين على الخط طبعا هذه الأمور كلها يعني الدول الأوروبية تقول أنه من حقنا نحن نحمي أمننا ونبني قواعد عسكرية لدفاعا أمني يعني موضوع معقد والطلبات الروسية رفضت أشكرك جزيل الشكر وضحت الفكرة الدكتور محمود الحمزة المحلل السياسي كنت معنا عبر السكايب من موسكو طالبت الوكالة الدولية لطاقة الذرية إيران بالكشف عن مصير بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرات المراقبة في منشأة كراجة نوعية بعد اختفائها أول شيء عليك القيام به هو وضع الكاميرات مرة أخرى المسألة الثانية هي هذه الفجوة والمعلومات المخبأة من لحظة توقف الكاميرات حتى الآن هل من المفهوم بأي شكل من الأشكال كيف يمكن أن يكون ذلك قد اختفى ضمن هذا التخريب وبهذه البساطة لدينا شكوك حول الأمر ولهذا السبب نسألهم أين بطاقات تخزين البيانات المتوسطة من كاميرا كراج آملوا أن يجدوا الإجابة لأنه من الغريب جدا أن يتم إخفاؤها طلب أعضاء في الكونغرس الأمريكي وزارتي الخزانة والخارجية بمعاقبة شركة برمجيات التجسس الإسرائيلية NSO وثلاث شركات أجنبية أخرى ساعدت أنظمة استبدادية على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ودع المشارعون إلى فرض عقوبات على كبار المديرين في الشركة الإسرائيلية والشركات الأخرى بسبب إنتاجهم برامج سهلت تتبع أكثر من ألف شخص في أكثر من خمسين دولة منهم العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين ومديري شركات كبرى إضافة إلى خمسة وثمانين ناشطاً في مجال حقوق الإنسان ومائة وتسعة وثمانين صحفياً مهات نشرة الأخبار شكراً لكم على كرم المتابعة للمزيد من التفاصيل والمعلومات زوروا موقعنا عبر الإنترنت oriondashnews.net إلى اللقاء سوريا سوريا وطن الأحرار والحررية سوريا سوريا أرض السلام الزهدين